اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لأهل السلام بكم إن شاء الله الناس لكلها تكونوا بخير وعافية شكرا لكم على السؤال إن الحمد لله لابس هكا بعدك التلقيح عصيت شوية برد هكا كينو جونغم تقريب شوية ثلاثة أيامات والحمد لله معنية تعديت شوية يدي منزلت تستر ورجعت لكم باش نتقاسموا ببعضنا بعض الأفكار ولا بعض الحيال اللي نعتمدها في البيت متاعي وفي حياتي باش انتو ما تاخذوا فكرة ونتشاركوا في الأفكار دونك بديت تفتوري هكا كيما تشوفوا بعصير حبيت هكا نرجع شوية تقامتاعي وكا عصير تنجمو زيدا نعتمدوه للناس اللي هكا تصوم كيكسوا في حتى في الأيامات عصير منعش على الأخر والمكونات متاعو كلها مغضية شنو أخذيت خذيت بنانا كيما شفتو خذيت الزنجبيل اللي نحب نقول لكم راهو ماء باش نخفول هنا بشوية ماء كيما تنجمو انتو ما اضيفولو بيانسور كين تشربوا الحليب معناها العادي تنجمو اضيفولو الحليب نرحيو العصير متاعنا الكلها وهو كان يجينا عصير في المكونات الكلها نجمو تعملو كمية كبيرة وتقدو تشربو فيها على طول انهار اما البنان باش مي يكحيلكمش حتو معها ميسيالش ربيع كعبة قارس رحيهو معها اما انا حبيت هكا باش نشربو في الوقت ذاكا هذا هو كان العصير متاعنا عصير البنان والزنجبيل حاجة ابننا على الاخر وهذا هو كان صباحي انشاء الله صباحكم مشرق انشاء الله ربي قدر الخير لبنية والا العظيم الفيديو سميته ربي قدر الخير خد سبري من كورونا هكم شوفتو البشرية شنو اصار فيها توقامة الحرب يا ربي اعطينا ان شاء الله على قد تقتنا بالحق وان شاء الله مع بعضنا هكا نحاولو حتى باش نهزو المورال لبعضنا ونهديكم هالبيادة ذاية اللي كي قلوبكم نقول لكم باركة الله وفيكم مرة اخرى وشكرا شكرا لكم على هالصحبة الجيدة دوك نشرب العسير متاعي وباش نبدأ في نهاري اليوم الام اللي كي تمرض سخطوف الغربة كي ما نقول شنو تكون حالة دارها هاكم باش تكتشفوا معايا اليوم وان شاء الله باش يمكن هاكا باش نوريكم فيديو واقي على الاخر اول حاجة ابديت بس سابون عندي متصوروش قديش منبانو سابون والا العظيم ملمومين خطر ما حبيتش نغسل كنت نجم نحطهم في الفاتري شون نغسلهم براو ما عنديش بالحق فوليا باش نغسل وزيدا يدي توجع فيه ما نجمش حتى نطويهم منحبش نغسلهم وبعض يقدو يتطايش ويتكرمش هولي خطرينة من ناس الي منحبش الحديد ومنحبش الحديد دونك مش تريطا نطويهم ونحطهم باش نحط نبدأ بالغسلة لولا دونك نغسل كي ما شفتوا حتيت اللي الالوين اللي تغسلوا مع بعضهم باش نغسلهم واليوم هكا باش نوريكم شنو الحاجات يمكن اللي تعتمدوها كي باش تغسلوا هكا لوميمتون نغسلوا لوميمتون كي ما نقولوا ريحة الماشينا و ريحة الحويج هكا يتبدلوا دونك شننا نوريكم القعبة هذي اي دي تخسيف يبدأ بكا شجرة الشاي تبدأ ريحتو محليها اللفاندة زيدا من الحاجات اللي تعتمدوها في اللفاتريش في غسلة الحويج تبدل حتى ريحة الحويج و ريحة الماكينة واللي نور هذي يا زيدا ننصحكم يكون عندكم ديمة وريدكم باشا مرات كيفاش نستعملوا كي تنظيف للبيت الكولا و تعطير زيدا دونك هذو ما هوما يدي ترسيب باش نحطهم في الماكينة و نبدأ انهاري اللي فريمان دار مش يتضرب تقلب بركا اكثر من تضرب تقلب موسيقى موسيقى المترجم للقناة 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 اخطرعته اليوم هنا في حجم عائلي هنا من ما نحكو ان شاء الله يا ربي كونوا اليوم موفقت في برة هدية وكونوا اليوم هيكا حافزكم زيدة اليوم باش نفدي كان هكا بش نبدأ وإن شاء الله نحضروا الرمضان بطاقة إيجابية وتفائلوا بالخيري تجيدوه إن شاء الله نقولوا أنا واحدة من الناس اللي بنات نبدأ بشوية بشوية سخطوتهم بزلت مريضة هكا شوية بشوية بشوية أول حاجة نشوف كان عندي حاجات كبارية تغسلوا نبدأ نغسلهم وجايتكم في الأيامات الجديدة سنة عنوان الواحد بش نشري حاجات تساعدني في تنظيف البيت دونك كل مرة بش نوريكم حاجة مش نشري رانية ممكن تعرفوني أنا مش نشري معنايا غالبا حاجات ليلة دي تغسيف حاجات دي زاستوس زيدة نجمو تكون بيو هذي وما هوا الكلة بشتراوهم إن شاء الله دونك شوفوا ليك البطاطا كيفية جاية مشوية تهبل 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 بالحق البطاطا بنتها بنتها بشوية زيتونة وشوية ملح أكاها وماسيوم تزيد لها زيدة شوية كليلة ما والله حتى الكليل الشيح اللي بنيت نقول لكم حاجة باركس بريونس والله الكليل الشيح بصراحة مش وبهي في الماكلة الكليل كونش الأخضر هذيك هو ليبننوا يعطي طعمة أمل كلكليل الشيح ما غير ما تستعملوها هذيك بصراحة الجيج جاي طايب في حقه خطر الخل يخلي الحاجة هذي خطرنا والحمد لله بش نتعدى اليوم قطيكم بش نبدأ التنظيفات ونبدأ بالكوان بالكوان وينة ماشية بش نبدأ بالألات الكهربائية نعملهم الجمع هذيك أول حاجة بديت وينة ماشية دونك من اليميل اللي صار بديت مكينة القهوة مكينة القهوة نغسلها بشوية خل خذيت المارالوكي ما شفتو ماء سخون 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 مش نخليها هي تسخن الماء لا لا الماء سخون ديجا باش هكيك تساعدني بالقضاء خذيت شوية دي ترسيب اذيك اللي كيت متعغسل المعون دي ما نشري انا واحد اذيك خطر نستعملوا باشا حاجات نغسل بيه والخل وتخليوها كيكا تمشي تنحي اكا القهوة اللي فيها الكولا بعد نفرغوا معناه الماء الكولا منها وبعدكش نفرقوها لالت القهوة مكينة القهوة ونغسلوها بنفس الطريقة نحطو صحفة نحطو فيها شوية ماء شوية خل شوية دي تخسيب متاع معون ونغسلوها بالجداء بالجداء نشوفوهم ونعودو نرجعوهم وباش نوريكم اليوم باشا اخوات قالولي انا هي مكينة القهوة اللي انت نصحنا بها انا مكينتي هذية طوا كان نرجع وتقولولي شي دي اشيريها انا طوا مثلا ولدي ولدي الكبير كبر ما عدش يحب يشرب لي لحليب كان عملو في الموس لحليب ومعاها مثلا هكا قهوة ولا شوكولاتة يشربوا كان نرجع لتالي نقول لكم نشري مكينة قهوة الديلونكي ذيك اللي فيها تعمل الموسوق وحدها ان شاء الله ان شاء الله كان عطاني ربي عمر نحب نشري ذيك بالحق به تعمل بها شوكولات تعمل بها لوليدك معناها النيسكويك وكل شي ننسحكم كيتاخذ مكينة قهوة على ميتي معناها اللافانتي تاخذها اللي تعمل الموسوق اللي فيها لتعمل الموس متاع الحليب بهي المكينة القهوة متاع هذية هي عادية وبهي خدر تعمل القهوة مشي الكابسول تعمل القهوة الاخرى عندها برشة معناها كيفيش يقولو فيها اكسيسوارات تعمل القهوة العادية ها بش نعمل قدامكم القهوة العادية ساعة خذينا هاكا ما تاخذوش متاع المعون تبدا ريحتها بالمعون وبالمرقة ليلة اذيك جديدة كم تشوفو وخذيتها باش ننظف بها اكل اللي تخاص هاكا وكلها وبعد اكلش باش نمشي يشوف وين عندي ما عرض انت القهوة باش نمشي نجبد قهوة وباش نوريكم كيفيش تنجمو طيبو بها معناها ليستعملوش الكابسول وويش يقول لكم الفرق بين الكابسول والقهوة العادية كفيت من الاكسيسوارات اللي فيها هيا فيها واحدة متاع القهوة على الكابسول القهوةenas على قهوة الكابسول لذلكم العاديين وفيها هذي اللي كما اللي نشتريه اللي كما على قاز ماهو تستعمل هاكا ومعها الاكسيسوار هيدا هيا الي تضغط باش القهوة جاي قد قد موسيقى موسيقى هذه هي القهوة التي نعمل فيها البن أما يزم يكون خشين شوية معناها العادي اللي يتشيري وهذا كبنجموث مثلا البن متاع قهوة التركية تستعملوه خطر يسر جوية انا قاعدا نصوركم في الفيديو كل مرة تصير لي حاجة وصاحبتي المصرية بعثت لي اللوبين تصدقوني هذه عندي شكرا للمركزين معي يعرفوا لي انا سنيب بش نهبل على اللوبين هابلين دونك مشيت حتى الماض ملقيتش اللوبين الذكر اذاك الشريط يا اخي بعثت لي هي اللوبين هذي يا ربي شد لها في صحيحاتها ونحب نقول لكم اللوبين اللي يساعد بالحق على تخفيف الوزن كل ما تحس روحك جعانة اعمل اللوبينة ومضخطة تشوف ما تكتحسها تمليت من الحاجات بالحق اللي مجربتها عن تجربة راهو حتى استرس لنحي استرس احنا محتاجين هكا الواحد بريمون بشي نحي استرس من الحاجات تفكرني ياسر بتونس والحقيقة من الحاجات اللي زيدة كي موقتك مجربتها راني قبل بالحق كل ما نحس روحي جعانة نمشي ناخد للي تسها على الماكلة ان شاء الله ربي يفرحها وان شاء الله ربي يتكونوا عندكم صاحباتكم كي من هكاية ديما يتفكروكم الحمد الله هنا يا ربي كيك سوى كيك سوى مصريين كيك سوى مغاربة الحمد الله يا ربي نقولوا ديما ان شاء الله ديما سمعتنا طيبة ونس تحبنا وذيك اهو دونك وين كنت بش نطيب حاجة للعشية القهوة العشية وهي بعثتلي القرص المصرية ان شاء الله ان شاء الله نعدكم نهار بش نعيطة لها تجي للدار تعمل هالي خاتر فهم بنا غير عادية اما يزمني نشري سمن خاترين نعرف مرة قتلي عليهم كيفش يجيوا يجيوا بالسمن غير عاديين الحقيقة كليت منهم كعبة هكا غير عاديين حتى رايين ويندي يعجبوها على الاخر على الاخر ونحب نقول لكم راو السمن صحي اكثر حتى من الزبدة ان شاء الله الافكار اللي حبيت اليوم نشارككم تكون متنوعة تكون ذات فايدة تجربوهم تستنفعوا منهم اذيك هي الغاية من الفيديو ويتمتاعي تجربوا الحبز بالطريقة هذية بالتبسيسة هذية والمصليزة دا جربوها للناس اللي متحبش ديك البرشة زيوت وريدكم اني هو الحليب الرايب لسني وعطيتكم العسير المناش هذة توم قاعدة كان قول لكم بسلمة وإلى اللقاء نتلقاوا في فيديو اخر ترجمة نانسي قنقر